وخلال المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع التشاوري في عمان حول الأزمة السورية أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أن التحديات في المسار السوري كبيرة مضحا أن الاجتماع تركز على الجانب الإنساني وقضية اللاجئين وإصال المساعدات الإنسانية لكل الشعب السوري هذا واعتبر وزير الخارجية الأردني أن الاجتماع بداية لمسار سياسي يقوده العرب للتوصل إلى حل للأزمة السياسية في سوريا أقدم لكم إحاطة حول الاجتماع الذي استضافته المملكة في إطار جهودنا المشتركة ومساعينا المشتركة الضرورية للتعاون على إنهاء الأزمة السورية وما سببت وتسبب من تداعيات كارثية مؤلمة لسوريا الشقيقة ولشعبها الكريم والتي طالتنا جميعا انطلقنا في هذا الاجتماع من مساعينا المشتركة وجهودنا المشتركة من هدف أننا نريد أن تستعيد سوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها الرئيس في المنطقة والعالم وهذا سبيله حل سياسي ينهي الأزمة وحل يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها يلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب ويتيح ظروف العودة الطوعية الآمنة للاجئين ترجمة نانسي قنقر